العنوان الأكثر تداول في مصر والوطن العربي هيفاء وهبي بتركس على أحد الشواطئ في مدينة ستاحل الشمالي بالبيكيني وسط صراخ الجمهورة حتى الساعات الأولى من منتصف اليوم التالي تابعوا معنا الحفلة ولا تنسوا الداريكم اشتركوا في القناة هيفاء وهبي حفل في شاطئ الكيكي في ستاحل الشمالي مساء السبت 28 أغسطس ارتدت الفنان هيفاء بنطلون لامع وفوق قميص ربطته عقدة عند البطن وتركته مفتوحة قدمت وصلتها الغنائية وسط رقصها وصيحات وصراخ الجمهورة بنطلون الفنان هيفاء وهبي كان شفافا ويكشف عما تحته وبالتطقيق في بنطلون الفنان هيفاء فهو شفاف ويظهر البكيني عما تحته رقصت الفنان هيفاء بالبيكيني دون أي خجل من الجمهور وسط هتفات منه وبقاريحية منها تماما اختتمت الفنان هيفاء وهبي حفلات الساحل الشمالي بمصر بالبيكيني وفيما يبدو أن حفلات الساحل السندي كانت كلها عرية وغير ملأة لكن القطلات الأكثر جرأة كانت من الفنان هيفاء وهبي أولا حفلات الفنان هيفاء وهبي بمصر كانت في مدينة العالمين الجيدة كانت يوم 26 أغسطس المودي تروحت أصعار حفلات الفنان هيفاء وهبي من سعر التسكرة بيبدأ من 750 جنيه وبينتهي لغاية 2500 جنيه من دون لقطات الحفل اللي كانت في مدينة العالمين نادت هيفاء وهبي على حموبيكا تعالى سلم عليها محدش يستفزو يا جماعة عشان هما بيستفزوك في كل فيديو هاتك وسلمت على حموبيكا بحفوة أما حموبيكا فما كانش يمصدق نفسه أن هيفاء بنفسها ناديته عشان تسلم عليه وسط ألاف من الجمهور كمان حفلة الفنان هيفاء وهبي كانت مليانة من نجوم الفن والمشاهير وكبار الظوار الموسم السنة دي 2021 تعتبر أن حفلات السحل الشمالي اللي هيفاء وهبي ده أول حفلتها خصوصا أنها ما عملتش حفلات في السعودية ولا في جدة خالص السنة دي بعد ساعاتها هيظهر العنوان والأكثر تريند في مصر والوطن العربي هيفاء وهبي تركز في السحل الشمالي على أحد الشواطئ بالبيكيني هيفاء وهبي قبل ما تعمل أول حفلتها في مدينة العالمين في مصر نشرت مجموعة من الصور لها وفيما يبدو أنها كانت أصغر بحوالي 20-30 سنة مجموعة من عمليات التجميل أجرت الفنان هيفاء وهبي قبل حفلتها في مصر علشان تبقى أصغر من بنتها وكمان حفلتها علشان تبقى أصغر من بنتها علشان تبقى أصغر من بنتها علشان تبقى أصغر من بنتها علشان تبقى أصغر من بنتها